مشاهدين الساعة 8 دلوقتي بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز لاهم الأنباء مع هيلة فضل يهيل شكرا منا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الانتاجي وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه رئيس السيسي بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين قال وزير الخارجية سامح شكري إنه من المؤسف بل والمخزي أن البعض ما زالوا مستمرين في تبرير ما يحدث تحت شعار حق الدفاع عن النفس ومقاومة الإرهاب وأكد شكري خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي أن سكان قطاع غزة يتعرضون للقتل والتجويع والتهجير قصرا ورغم هذه الصدمة الإنسانية وما نشهده على مدار الساعة من ضحايا فإنه لمن المؤسف بل والمخزي إن البعض ما زالوا مستمرين في تبرير ما يحدث تحت شعار حق الدفاع عن النفس ومقاومة الإرهاب وأتساءل اليوم أي حق هذا الذي يسمح لصاحبه عدم التفرقة بين عدو يستهدفه ومدنيين عزل فرض عليهم القدر أن يعيشوا القرون على هذه البقعة من وطنهم وأن يفردوا عليهم حصارا على مليونين ونصف من المدنيين يتعرضون للقتل والتجويع والتهجير قصرا أعلنت مصر دخول الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفاح إلى قطاع غزة وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد تسلم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية المقدمة من نظيره المصري وتحتوي الشحنة على عشرين شاحنة بها أغذية وأدوية ومستلزمات طبية ولفتت جمعية الهلال الأحمر المصري إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة لقطاع غزة مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة وصلت إلى ميناء رفح البري قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري التي وجه بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المشرف العام ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري لدعم وإغاثة الأشقاء في قطاع غزة وتضم القافلة 18 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية مثل المياه والطعام والملابس في إطار حملة أغيث وغزة حيث تعد القافلة أكبر قافلة إغاثية يسيرها الأزهر وتأتي انطلاقا من دور الأزهر التاريخي في خدمة القضية الفلسطينية استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه عدة بلدات بمدينة جنين بالضفة الغربية وفي قطاع غزة أعلنت وزارة السحة استشهاد أكثر من 700 فلسطيني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية من بينهم أكثر من 300 طفل بذلك ترتفع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5791 شخصا و18 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر هذا وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة إصابات وجرحة في صفوف المواطنين أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروع أنها ستضطر إلى التوقف عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة اليوم إذا لم تتزود بالوقود كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي من أنه بدون الوقود لا يمكن إيصال المساعدات ولن تحصل المستشفيات على الكهرباء ولا يمكن تنقية مياه الشرب أو حتى ضخيها استكملت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة اجتماعها بنواب حزب الشعب الجمهوري وأمناء المحافظات وأمناء التنظيم ومنصقي الحملة الانتخابية بالمحافظات وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة وقد شهد اليوم الثاني على التوالي من اجتماع الحملة عرضا لخطة عمل الحملة الانتخابية خلال الفترة القادمة تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور النصف النهائي ببطولة الدور الأفريقي عقب تعادله أمام ضيفه سيمبا تنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استغداء القاهرة الدولي في إياب الدور الربع النهائي واستفاد النادي الأهلي من تعادله مع سيمبا في تنزانيا بهدفين لكل فريق انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل